صحيفة ألمانية الصحراء جزء لا يتجذأ من المملكة المغربية حيث عشرت صحيفة دولة الألمانية الوثعة الانتشار يوم الاثنين في مقال تحليلي غير مسبوق إلى أن الصحراء جزء لا يتجذأ من المملكة المغربية مضيفة أن التاريخ يشهد أن منطقة الصحراء كانت تابعة للمغرب قبل الغذو الإسباني وذكرت الصحيفة الألمانية التي تحضى باهتمام كبير في الأوسط السياسية في نفس المقالة التحليلية أن مخطط الحكم الداتية المغربية يصف أيضا الحقائق بطريقة واقعية تماما مستدلة بحجتها من خلال محادثة مع المحامي والكاتب عز الدين قريوحة المقيم في ألمانيا الذي قال يمكن أن يؤدي التموضع الواضح لألمانيا الآن إلى تأثير الدومينو داخل أوروبا بحيث تنضم دول أخرى إلى خطة الحكم الداتية وتبعت الصحيفة التي نشرت حقيقة الثراح حول الصحراء المغربية بموضوعية أن قريوحة الذي أقدم على نشر كتاب عن منطقة الصحراء شدد على أن الحكم الداتية كحل سيكون نعمة لمنطقة الصحراء حيث سيمنح المنطقة مكانة خاصة لتنظيم الحقوق الثقافية والإدارية بشكل مستقل وفي خبر آخر الحكومة تعلق على رسالة الرئيس الألماني للملك محمد الثادث حيث أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناتق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم الخميس بالرباط أن الحكومة تلقت بكثير من الارتياح الإشارات الإيجابية التي انطوت عليها رسالة الرئيس الألمانية إلى الملك محمد الثادث بمناسبة السنة الجديدة وقال بيتاس خلال لقاء صحفية عقبا عقاد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخ النوش رئيس الحكومة إن الحكومة تلقت بكثير من الارتياح التصريحات الإيجابية والهامة التي عبرت عن الحكومة الألمانية وأكد الرسالة التي وجهها الرئيس الألمانية إلى صاحب الجلالة الملك محمد الثادث وتجر الإشارة إلى أن الرئيس الألمانية رانكفالتر شتاين ماير أكد في رسالة وجهها إلى العاهل المغربية بمناسبة السنة الجديدة أن ألمانيا تشيد بالإصلاحات الواثعة التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد الثادث وتعتبر مبادرة الحكم الداتي أثاثا جيدا لتثوية قرية الصحراء المغربية كما تعبر عن امتنانها للانخراط الفعال لملك البلاد من أجل عملية الثلام بليبيا وكان بلاغ لوثرة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغربة المقيمين بالخارج قد أفاد بأن المملكة ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناء التي عبرت عنها الحكومة الفيدرالية الجديدة لألمانيا مشيرة إلى أنه من شأن هذه التصريحات أن تسيح استئناف التعاون التنائية وعودة عمل تمثيليات ديبلوماسية للبلدين برريباط وبرلين إلى شكله الطبيعي أكد خبراء عسكريون إتمام المغرب بناء القاعدة العسكرية الجوية بمنطقة سيدي يحيى الغرب التي تبعد بحوالي ستين كيلومترا عن العاصمة الرباط وفق ما أظهرته الثور للأقمار الاصطناعية نشر إحداها موقع ديفنس نيوز العالمية المتخصص في أخبار التسلح وحسب دات المصدر فإن المغرب أنشأ هذه القاعدة الجوية على مساحة تقدر بأربعين هكتار وتوجد في مكان قريب من العديد من المناطق الحساسة والاستراتيجية مشيرا إلى أن الأشغال بهذه القاعدة الجوية يرجح أنها انتهت في غشة من ثنة 2020 ووفق الموقع المذكور فإن هناك تضارب الأنباء حول المنظومات الدفاعية المتبتة حاليا في هذه القاعدة الجوية إلى أنه يرجح أن القاعدة تحتضن منظومة دفاع ثانية حيث سبق أن أكد موقع ديفنسا الإسبانية في تقرير سابق أن القوات المستلحة الملكية المغربية تمكنت في الأثابيع الماضية من تثبيت وتفعيل نظام البطاريات الدفاعية الصينية المعروف برمز FD2000B بهذه القاعدة الجوية وحسب ذات المصدر فإن المغرب كان قد تثلم هذا النظام الدفاعي الصينية في منتصف العام الشارية وتمكنت القوات المغربية من تثبيته وتفعيله مؤخرا ليكون بذلك أول نظام دفاعي يمتلكه المغرب موجه للتصدي لتهديدات الجوية البعيدة المدى حيث تصل قدرات وصوله إلى 250 كم وقال موقع ديفنس نيوز نقلا عن خبراء في المجال العسكرية أن هذه القاعدة الجوية من المتوقع أن تحتضن عددا من المنظومات الدفاعية التي وقع المغرب على الصفقات لاقتنائها كمنظومة باتريوت الأمريكية ومنظومات أخرى من فرنسا والصين وإسرائيل وإلى جانب نظام باتريوت فإن المغرب أعرب عن عزمه لاختناء نظام الدفاع الإسرائيلي باراك تمانيا وقد أكد موقع إسرائيلي مؤخرا دخول المغرب في مفاوضات مع شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأسلحة للحصول على نظام الدفاعي المذكور ويواصل المغرب تنفيذ مخاططه التحديثية لترثانة العسكرية التي بدأ في الثنوات الأخيرة وقد أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 استمرار المغرب في هذا النهج بتخصيص ميزانية مالية ضخمة موجهة للقوات المثلحة الملكية التي تعتبر هي الجيش العسكرية للبلاد وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022 فقد تم تخصيص 12.8 مليار دولار أمريكية لشراء وإصلاح معدات القوات المثلحة الملكية ويتعلق الأمر باقتناء أسلحة جديدة ما يعني توقيع صفقات تسلح جديدة إضافة إلى صيانة الترثانة العسكرية المملوكة حاليا للقوات المثلحة الملكية ويرجح متتبعون لسباق التسلح في العالم النهات الميزانية الضخمة التي رصدتها المملكة المغربية من أجل تقوية ترثانة العسكرية بصفقات جديدة خلال سنة 2022 هي الأعلى في القارة الإفريقية وقد تجاوزت حتى الميزانية التي خصصتها الجزائر لصالح قواتها العسكرية لدات السنة أي 2022 وفي هذا الصياق أعلن النظام الجزائري خلال الأيام القليلة الماضية عن تخصيص 9.7 ملايير دولار أمريكية لفائدة اقتناء أسلحة جديدة وصيانة المعدات العسكرية للجيش برسم سنة 2022 وهو ما يعني أن الميزانية التي خصصتها الجزائر للتسلح في 2022 تقل عن المغرب بـ 3.1 مليار دولار أمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر